انطلق المؤتمر الانتخابي الذي عقده المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة وسط حضور جماهيري وخلال المؤتمر عرض المرشح الرئاسي فريد زهران أبرز ملامح برنامجه الانتخابي والذي يركز على عدة محاور منها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وكان المرشح الرئاسي فريد زهران قد عقد أول مؤتمر جماهيري بعد ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بمسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية ومن المقرر أن يستكمل جوالات الانتخابية في محافظات الصعيد مختتما الجوالات في القاهرة الكبرى ترجمة نانسي قنقر